السلام عليكم اشياءكم متابعين اليوم رح سوف ايكم طريقة عمل بريان الدجاج بطريقة كل سهلة وبسيطة طالبا لأحد المتابعين هنا بالبداية عند صدر دجاج رح اخليه على النار واضيفة لورق غار انا استخدمت اثنين من صدر دجاج تقدرون انتو تستخدمون صدر واحد من الدجاج شوفوا حبابي هنا الدجاج اول ما بدأ عندي سلك بس تلك اكشفتها شوية سلك طلحت قطعتها في هذا الشكل قطعت اصغار على مد بسرعة استوما ياخذ مني وقت اطول على النار بعد ما سلك عندي الدجاج واستوي رح اتغسلتها جوى الماء خلاصت من الزفارة مالتي مثل ما شوفون شوف شلون مستوي ابدأ قطعة بالشكل اللي انتو تحبوا انا قطعتها بهذا الشكل بعد ما سلك عندي الدجاج وكيمان هنا اعدي البوتياتة قطعت هذه البوتياتة ورح ابدأ قطعها بشكل مكعبات واخصيلها ورش عليها ملوح وروح اقلها هنا بعد ما غزلتها ونشفتها رح افضي اقل بها هنا بعدها رح اجيب طاوة ثانية البوتياتة قلتها بهذا الشكل ضفتيها مقدارة من الدهن نفس الدهن القلت بالبوتياتة وابدأ احمس الشعرية بعد ما حمست عندي الشعرية بهذا الشكل ضفتي لهذا المقدارة من المي بس يغطيها وعلى نار هادئ اكو بيها ناس لا تحمس الشعرية واضيفها ومي يتمن من يسلك وتطبخها ويتمن بس انا افضل هالطريقة بعدها اضفت لها شوية من الملح شوية فلفل اسود وشوية من الهيل ورح ابدأ خليات تهدى وهي اثناء انا رح اضيف مية تمن حد ما الشعرية عنده تستوي بعد ما استوت عندي الشعرية بهذا الشكل شوف حبتها شلون منثورة بدون ما عجلت عندي رح اطفع عليها النار بعدها جفت نفس الطاوة اللي سوت بها الشعرية فراغتها وضفت لها مقدارة من الدهن نفس الدهن القلت بالبوتياتة هتقولوا الهم دهن البوتياتة؟ اخبركم ايه على مدن اقتصد وما نسوي المطلخ انفجار بعدها اضفت لهذا المقدارة من الكشمش بعد ما غزلته من جرد ما حمس عندي اضفت لهذا المقدارة من الجزر هذا الجزر نسويه بالبيد لان ما يحبون المعلب ويا بزالية ما ياكلون البزالية رح تقولوا لي شون سوينا بالبيد؟ مرات من جيب الجزر ويبقى عندنا فترة بثلاجة محد ما ياكله باش نسوي نسلقه وقريب ما يستون نطلع نقطعه بشكل مكعبات او بهذا الشكل ونخليه بالفريض شوكت ما نحتاج نطلع من يمين بعدها رح ابدأ احمس وياه الدجاجة قطعناها بهذا الشكل نار رح اضيف لها شوية من الملح واضيف لها من بهارات البريان وابدأ احمسها حمسة زينة بعد ما حمست عندي البهارات رح اطفع عليها النار بعد ما حمست عندي ماء التمن واضفت لها مقدار من الملح ونزلت بالتمن وراح ابدأ اطبخه واصفيه بعد ما اصفيت الاتمن رح ابدأ اضيف لها الشعرية وناه يلحمسناهم اللي هو الجزر والكشمش والدجاج بعدها رح اضيف لها البهارات اللي استخدمت استخدمت كلها على خاشقة كوب هنا خاشقة كوب من البهارات البرياني وهي المطحون ونوم وبصري هنا فلفل اسود مطحون واستخدمت دارتين مطحون هاي البهارات اللي استخدمتهم رح ابدأ اضيفهم على التمن واهدري على نار هادئ هاي البهارات اللي استخدمتها هي تصر مالة البريان وراح تنطي طعم كلش طيب وراح تجربوه وشوفوا طعمها بعدها رح ابدأ اقلب بهم لحد ما تنمزج المكونات وراح اعوف على نار هادئ يتهدر هذا شيك للنهاي بعد ما تهدر عندي ان شاء الله رح تجربوه ونالعجابكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل جديد اشتركوا في القناة